لليان الأوضاع في القدس وفي البلدة الكديمة هادئة نسبيا نحن الآن نتواجد على مشارف مخيم شعفات حيث تقوم قوات الاحتلال الإسرائيلي بعرقلة السيارات الداخلة والخارجة إلى المخيم شهود عياني يتحدثون عن وجود كثيف لقوات الأمن الإسرائيلية داخل المخيم قامت باستدعاء شقيق وأقارب منفذ العملية الشهيد أبو شخادم من غير الواضح ما الذي ستنفذه قوات الاحتلال داخل المخيم عادة هناك قرارات إسرائيلية رسمية بهدم منزل كل منفذ للعملية سواء في القدس أو في مناطق أخرى من الضفة الغربية ولكن التقديرات المقدسية المحلية هي بما أن المنزل موجود في وسط مخيم شعفات ربما سيؤدي ذلك إلى اشتباكات مع الأهالي بين الأهالي وبين قوات الاحتلال سياسيا قال رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بنيت أن التعامل مع أعضاء المكتب السياسي مع الأعضاء المنتمين سياسيا لحركة حماس سيكون من الآن فصاعدا كالتعامل مع الأعضاء العسكريين للحركة هذا ربما يمهد لاعتقالات مكبلة خلال الفترة المكبلة ليس فقط في القدس لأعضاء السياسيين لحركة حماس إنما أيضا في الضفة الغربية تضاف إلى الملاحقات السابقة أيضا رئيس الوزراء الإسرائيلي أوعز خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية التي أنعقدت اليوم بتعزيز وجود قوات الأمن الإسرائيلية في البلدة القديمة بشكل خاص وفي القدس بشكل عام منعا لعمليات مقبلة أما بخصوص العملية نفسها لليان فهذه لم تشهدها مدينة القدس منذ سنوات طويلة وتحديدا منذ العام 2017 لم تشهد القدس عملية معقدة من هذا النوع تمكن المنفذ من اجتياز مداخل البلدة القديمة وصل إلى باب السلسلة الذي يدخل إلى المسجد الأقصى المبارك تمكن من اجتياز الحراسة الإسرائيلية بفضل الملابس التي تنكر بها وهي ملابس رجال الدين الحريديين هذا الأمر سهل له من أن يدخل إلى هناك قام أولا بإطلاق نار على مستوطن إسرائيلي ولاحقا اشتبك مع قوات الأمن الإسرائيلية الموجودة في تلك المنطقة هذه العملية معقدة بالتأكيد ليست مثل العمليات السابقة والأصداء الإسرائيلية أيضا بالتناسب جاءت معها فدعى وزير الاتصالات الإسرائيلي يوعز هندل من جديد إلى نصب البوابات الحديدية على مداخل المسجد الأقصى المبارك والبلدة القديمة طبعا هذه البوابات أثار نصبها في العام 2017 موجة واسعة من الاحتجاجات والاعتصامات والمواجهات داخل مدينة القدس أدى حينها الأمر إلى تصاعد كبير للتوتر في المدينة تراجعت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في نهاية المطاف عن هذا الأمر بعد موجة الاحتجاجات الشعبية ونتيجة لما حدث في تلك الفترة هناك مخاوف أن تستغل كوات الاحتلال الإسرائيلي ما حدث اليوم في القدس من أجل نصب بوابات حديدية تفتش أو يمر عبرها كل من يدخل إلى المجد الأقصى المبارك أحمد دراوشة من القدس شكرا لك